انتهت منذ قليل مبارتي الصهرة في دوري أبطال إفريقيا فوز عن طريق هدف قاتل لزكريا دراوي لنادي الوداد الرياضي المغربي اللي بيعيده مرة تانية للمنافسة في هذه المجموعة أيضا تعادل مخيب للأمال لنادي الترجي التونسي في ملعب رادس أمام نادي بيترو أتلاتيكو السلام عليكم ورحمة الله في ظل المتابعة المستمرة لدوري أبطال إفريقيا الموسم الجديد والمفاجآت تتوالى والمباريات الصعبة تتوالى والفرق الصغيرة اللي بتثبت نفسها بتظهر يوم عن يوم وبالتالي عايز توقعاتك أنت تتوقع مين يصل إلى المباراة النهائية في ظل هذه النتائج الغريبة النتائج الغير متوقعة اكتب لي اسم الناديين اللي تتوقع وصولهم للمباراة النهائية أذكرك أن المجموعة الأولى اللي بتضم سانداونز وبرامدز ومازينبي ونوازيبو اتلعب فيها جولتين وفي الجولة الثالثة العبدة مباراة النهاردة نوازيبو ومازينبي وتعدلو بدون أهداف ومتبقي مباراة هتكون ما بين سانداونز وبرامدز يوم 11-12 ترتيب المجموعة بعد نهاية مبارياتها مازينبي من 3 مباريات عنده 4 نقاط نوازيبو من 3 مباريات عنده 4 نقاط أيضا سانداونز من مبارتين 3 نقاط وبرامدز من مبارتين عنده 3 نقاط ده بالنسبة للمجموعة الأولى المجموعة الثانية اللي انتهت مباراتها دلوقتي ما بين الوداد وسيمبا المجموعة اللي اشتعلت في آخر الدقائق الوداد واسك وجالكسي وسيمبا اتلعبت الجولة الثالثة النهاردة نادي اسك بيفوز على الجالكسي اثنين مقابل لاشيه ونادي الوداد بيفوز على سيمبا واحد مقابل لاشيه في آخر الثانية في المباراة في الدقيقة 95 عن طريق اللعب زكريا دراوي وبالتالي ترتيب المجموعة الثانية اسك في الصدارة 7 نقاط جالكسي في المركز الثاني 4 نقاط الوداد في المركز الثالث 3 نقاط والسيمبا في المركز الرابع عايز اقولك ان الفوز ده اعطى امل واعطى حافز كبير لنادي الوداد الرياضي المغربي ان شاء الله يتأهل من هذه المجموعة بعد هذا الفوز القاتل بالنسبة للجولة الرابعة في المجموعة الاولى عندنا يوم السلساء 19-12 مازينبي ونيوازيبو وايضا يوم السلساء برامدز وصانداونز بالنسبة للجولة الرابعة للمجموعة التانية عندنا السلساء سيمبا والوداد 19-12 واسك ضد جالكسي نروح بقى للمجموعة التالتة ايضا اللي مباراة الترجي النهاردة خلت المجموعة مشتعلة ونار على نار المجموعة اللي بتضم الترجي والنجم والهلال وبترو اتلاتيكو بترو اتلاتيكو يعني النهاردة بيتعادل مع الترجي في بلعب رادس والنجم بيفوز على الهلال بالامس واحد مقابل لشيء ده بالنسبة للجولة التالتة ترتيب المجموعة التالتة الآن بعد نهاية مباراة الترجي بترو اتلاتيكو في الصدارة 7 نقاط الترجي في المركز الثاني 4 نقاط الهلال في المركز الثالث 3 نقاط والنجم الساحلي في المركز الرابع 3 نقاط الجولة الرابعة للمجموعة التالتة يكون يوم السلساء 19-12 بترو يستضيف الترجي التونسي والهلال السوداني يستضيف النجم بالنسبة للمجموعة الرابعة اللي بتضم الأهلي وشباب بولزداد وميدياما وينج أفريكانز اتلعبت الجولة الثالثة بالأمس الأهلي اتعادل مع شباب بولزداد صفر مقابل صفر وميدياما اتعادل مع يانج أفريكانز واحد مقابل واحد ليصبح ترتيب المجموعة الرابعة بعد نهاية مباراة الجولة الثالثة الأهلي خمس نقاط في الصدارة شباب بلزداد في المركز الثاني أربع نقاط ميدياما في المركز الثالث أربع نقاط وينج أفريكنز أخيرا بنقطتين الجولة الرابعة في المجموعة الرابعة يوم السلساء شباب بلزداد والآله والأربعة ينج أفريكنز وميدياما المباراتين اللي تلعبوا من شوية عرفوك أن ما فيش فريق صغير ما فيش مباراة تقدر تتوقع نتيجتها النهاردة الترجي ما قدرش يسجل على نادي بيترو أتلاتيكو في ملعب رادس رغم المحاولات الكثيرة لنادي الترجي ولكن يعني خرج بتعادل في ملعب رادس وبالتالي اشتعلت المجموعة الثالثة بالنسبة لنا نتمنى إن شاء الله صعود أحد الثلاث فرق الترجي وللال والنجم من المجموعة الثالثة أيضا في المجموعة الثانية نادي الوداد بيشتعل أو بيخلي المجموعة تشتعل المجموعة الثانية بعد الهدف القاتل اللي أحرزه في الدقيقة 95 نتمنى إن شاء الله صعود نادي الوداد من المجموعة الثانية أيضا في المجموعة الأولى نوازيبو وبرامدز نتمنى لهم التوفيق في المجموعة الأولى المجموعة الرابعة واضحة إن شاء الله يتأهل الأهل وشباب بولزداد عن المجموعة الرابعة اكتب لي رأيك في التعليقات بالنسبة للمجموعات وتوقعاتك لمن يتأهل إلى ربع نهاي بعد النتائج الغير متوقعة في الجولات السلاس حتى الآن لا تنسى رأيك للفيديو واشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته